قد يبدو نوعا ما ما سيعرض في هذا التقرير غريبا لكن ما حدث ليس بالغريب داخل العراق جندي في الجيش العراقي بقي في الموصل بعد احتلالها وظل يهرب من مكان إلى آخر حتى تحررت المدينة ولكن لم يعد إلى الخدمة بعدها إنما سجن وحكم عليه بالإعدام بعد دعوة ووشاية كيدية جعلته في عداد الأموات وما ذكر هنا من تفاصيل على لسان ذويه زوجته وأطفاله يعاملون معاملة عوائل الإرهابيين في الدوائر الحكومية أما سكان منطقته فهناك مئة شاهد منهم مستعدين للشهادة بأنه بريء من الإرهاب والتواطئ معه وقد حكم ظلما واعترف تحت وطأة التعذيب بحسب ما قالت زوجته لنا يعني أكثر ما هو مظلوم بالسجن وحياة ظلم ويخابر يريد مصروف يعني لا أنا أحد يقدر يصرف عليه يعني مرة لا أقدر أطلع لا أجي تاني شيء وثالي شيء يعني كل الدنيا تشهد له يعني هو عسكري يعني وقت الدواعش ما يقبلون العسكري يعني يصير معهم أصلاً يعني شاء نحكمه بأي ظلوب بأي عين بأي نظرة يعني أن نحكموها الحكم هذا يضاف إلى مئة شاهد عشرة من شيوخ العشائر في المدينة وقعوا بأن هذا الجندي بريء ومختار هذه الساعة أنا أقول لك جاهز يقول أنا أجي وأشهد أفرع أشهد أفرع جداً من القضاءات وجداً من رئيس الجمهورية وحلف بكلام الله على هذا الشخص بني مثل منت بني من أمك وأفتك ومختار المنطقة مستعد للشهادة في المحكمة أيضاً وها هي عائلته اليوم تناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادة محاكمته وإجراء مسح ميداني والاستماع لشهادات السكان سألت علي قالوا مقضوب كتابه ومتسب كان يداون بالعمليات واخوهم متسب وأنا حلف عليهم وهم رادوا خمسة شاهد مختار وعشرة شيوخ ومئة شاهد من المنطقة كلهم دولا يحضرون إلى بغداد يروحون المفوضية العليا لحقوق الإنسان قالت أنها قد سجلت العديد مثل هذه الحالات وهي تحاول إعادة محاكمة هؤلاء وكل ما ذكر في هذا التقرير كان على لسان عائلته وجيرانه في المنطقة فعسى أن يكون مظلوماً ونكون صوتاً لمن لا صوت له وستبقى الكلمة الفصل للقضاء العراقي من الموصل محمود الجماس قناة التغيير